اشتركوا في القناة 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 اللي خلى وقتها يقولوا بلكون الشراك جاب نتيجة على طريقة بن علي باعتبار انه فات 80% باية ولهذا اللي يقول لك الامور محسومة في الدورة الثانية لم ما زالت مش محسومة اليوم بلظبت شكرا برك الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واضح الفينومن مكرون هو وراه انتي سيستام انتي بالعربي يقولوها دولة عميقة معناتها او ادارة عميقة او الاستبلشمنت معناتها كيف ما ميلانشان كيف ما لوبين ثلاثة انتي سيستام شمعناتها معناتها يقول لك نحنا فرنسا كانت تتحوكم عائلتين معناتها العائلة الاولى هي العائلة اليمينية الكلاسيكية اللي خلقها دوغول اللي عملت الاخبير مبعد وبعد الو ام بي وتوال الاخ والعائلة الاشتراكية اللي كانت من الاسف بي معناتها وصلت سوساندوز البياس ومن وقت جورس لها انسيكل لها قرن هذيها اللي راوها الفرنسيس قالوا معتها شنية الحاجة اللي صارت جديدة البرح هو كونو الانتي سيستام هو انجح لكن معناتها تناقضات كبيرة كيفاش ميلانشان انتي سيستام يحب يقلب الطاولة ويقول وقال نحب انا جمهورية سادسة جاء وجاب 19% جاب 19% مش شوي معناتها خمص الاصوات ثم بالنسبة للوبان انتي سيستام كذلك لانها دائما رغم وزنها في استطلاعات الرأي من ناحية معناتها النسبية 20-25% رغم هذا ما عندهش وجود في البرلمان وما عندهمش موجود كافي في البرلمان دائما خلاهو هالبرة من السياسة لانهم الفرانسيس خايفين من فيشي وخايفين من النازية وخايفين وعندهم افكار على الفاشية وانت دائما خلت ان لوبان من البرة هي تقول انا موجود كيف انا انتي سيستام ثم مكرون 21.53% ذاتي 40% ذاتي 40% ذاتي 40% مكرون قال انا زاد انتي سيستام لكن كيفشقول انتي سيستام هو وولد السيستام وانت سيستام قالها برشا مرات لكن معناتها موضوعيا هو وولد السيستام لكن دائما يقول انتي سيستام علش؟ قال انا لاني جوش لاني دروات لاني يسار لاني يمين انا اليسار واليمين في نفس الوقت هذا هو جديد وكان في حكومة اليسار اي لكن ما كانش عنده الكارتة بتاع الحزب الاشتراكي وعنده صداقات كبيرة في المخيم اليميني وما عندوش معناتها انتماءات سياسية في اليمين الاه ولا حتى الوديي ولا معناتها الليسانتخيست دونك هو يقول لك انا انتي سيستام القديم بتاع الاحزاب معناتها تاع الاحزاب هو في ذهنه هو الاحزاب جسار دونك الانتي سيستام موجود عند ماكرون والطريقة حتى في السياسة متاعه هو معناتها لكن جلب اللي هما عندهم الفلوس جلب اللي عندهم الكابيتال الرأس مال معناتها هذوكم هذوكم يحبوا انهم يتخلصوا من من فيون جلبهم معناتها قدر انه يجلبهم معناتها يمينيين وليبيراليين دونك الثلاثة هذو ما انتي سيستام اللي اللي صار جديد وذي هو المقصد بسبل تونس سؤالك بسبل تونس هو اللي عايشينه احنا تاوا ترامب هي انتي سيستام اللي صار تاوا في فرنسا اللي هذو ما كلهم تصوروا معناتها الحزب الاشتراكي عنده اقل من سبعة في المية هذي ما صارتش حتى الحزب الشيوعي عام ثمانية وثمانين معناتها اندري لاجواني جيب اكثر منه اكثر من امون معناتها هذا زلزال في فرنسا ما انت بش يصير وهذا كله حسابات ضيقة ضيقة نرجع الى تونس حتى الناس اليوم تحكي في تونس على انه اليوم في تونس في حاجة الى كيف كيف واحد يعني بارك شور كيمة ماكرون انا ما قلش في تونس لازم تغيير لانه تغييرات صارت انها صارت عام 2011 تغيير كبير ثورة ثم المسار الديمقراطي تعمل عام 2014 اخرى عام 2014 صارت انتخابات دونك التغيير صارت ودستوريا صارت عنها دستور جديد لكن اللي طالبين والناس والمطلوب هكاين نشعروا بيه حتى في العالم الكل هو التجديد تعتبق السياسي تعتبق السياسي دايير شكرا الماكرون كي تاخذ استاتيتيكما احصائيا الكلمتين اللي يقولهم اكثر شي ماكرون في الخطابات التعوية امل تجديد معناتها اسبوع رنوفالما وهو بناء كل الحملة متاعه على اساس انه مايهاجمش خصومه خصومه هذي يا سباي اللعباد مايحبوش العرق بين اللعباد مش هذك المهم عارق علي مش تعارق على الاخرين تعارقش مع الاخرين عارق عليانا كمواطن شوف ليانا وبنيلي عالم منجم انا نرافيه حياتي بلداء وعيلتي وهذا كهو المستقبل وهذه مبنية على نظرة جديدة اللي يمكن الاستابلشمنت بارتيزان الحزاب ما عندهيش في اللاديان بتاعها بتقدر الكافي هو جابوه لانه مهوش مرتبط بحتى حزب طيب وإلى سوغ فوليتو الموند ووصل لول ويمكن يصر نهار سبعة مايه بش يكون لول وهذا كهو هد يكون بلا اغلبية بارلمانية بالضبط يوم في جوان بش تصير انتخابات البرلمانية وبش تكون صعبة شوية عليه لكن تعرفوا الحكم يجلب الناس وهذه بش تصير ننسميه احنا ماجوريتي بريسيدانسيال رئاسي شكرا لك احسان زرقوني بارك الله فيك مرارا شكرا لك احسان زرقوني ودير عام سيما كونسي م مالذي مالذي مثلا شكرا